كان أبو محمد ينزل من سيارة خروفا قد اشتراه فانفلت الخروف وهرب فأخذ يطارده حتى دخل الخروف بيت أيتام فقراء وكانت أم الأيتام تنتظر كل يوم عند الباب من يترك لها طعاما وصدقة أمام الباب فتأخذها وقد اعتاد الجيران فعل ذلك معها فلما دخل الخروف الباب خرجت أم الأيتام فنظرت فإذا جارهم أبو محمد عند الباب وهو مجهد ومتعب فقالت له وهي تظن أنه متصدق بهذا الخروف جعلها الله صدقة واصلة يا أبو محمد وجزاك الله كل الخير فما كان من الرجل إلا أن قال اللهم تقبل وسامحين يا أختا عن التقصير معكم ثم التفت أبو محمد جاه القبلة وقال اللهم تقبله مني دخل أبو محمد على أسرته بدون الخروف الذي كان الجميع ينتظرونه بفرحة وشوق كبيرين ولكن أحدا لم يتحدث خاصة بعدما دخل أبو محمد لينام وفي اليوم التالي خرج أبو محمد لصلاة الفجر وبعد الصلاة ذهب ليشتري خروفا جديدا فرأى سيارة محملة بالخراف واقفة فاشترى من صاحبها خروفا أسمن من خروف البارحة سأل أبو محمد البائع عن ثمن الخروف فقال له خذ الخروف ولن نختلف حمل أبو محمد الخروف السميل للسيارة ثم عاد للبائع الذي اتسم وقال له هذا الخروف دون ثمن دهش أبو محمد وسأل البائع عن سبب ذلك فقال له السبب أن الله رزقني هذه السنة بميلاد كثير من الغنم فقلت نذر علي إذا كثرت الغنم أن أعطي أول مشتر مني خروفا هدية وكنت أنت أول من اشترى فهذا نصيبك ابتسب أمو محمد فريحا وقال الصدقة وما أدراك ما الصدقة تصدقوا فليس للكفن جيوب مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ترجمة نانسي قنقر